موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الاسبوع بالتأكيد حلقة يكون فيها تفاصيل مهمة جدا لان فريق النادي الاهلي خلاص في الساعات الاخيرة في الاستعدادات لمباراة مازنبي الكنغولي مباراة سنبي فاينال دوري عبطال افريقيا لقاء الزهاب يوم السبت المقبل الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة على بركة الله الفريق توجه منذ دقائق قليلة من خلال رحلة خاصة عبر مطار القاهرة للوصول الى الكنغو الديمقراطية في حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم استعدادا لهذه المباراة الهم بتفاصيل كتيرة كواليس حصرية لعطات مهمة جدا عن آخر الاستعدادات كواليس السفر قيمة الفريق اللي اختارها مارسل كولر الساعات الاخيرة كمان كانت فيه يعني اخبار كتيرة جدا مش عارف الهدف منها ايه الدرب في الفريق الاول بعد خسار السلس نقاط امام فريق نادي الزمالك نهاردة عندنا حلقة فيها يعني كلام مهم جدا عن هذه المباراة كمان هنلقى الضوء على مباراة نصف نهاية دور الابطال الافريقي موعد لقاء الزهاب موعد لقاء العودة حكام مباراة الزهاب حكام مباراة العودة كل التفاصيل المتعلقة بإذن الله بمباراة الاهل ومازنبي وان شاء الله بإذن الله كمان عندنا مدخلة مهمة جدا مع أليكساندر سانتوس المدير الفني لبيترو أتليتكو هيكلمنا عن مباراة الاهل ومازنبي وكيف وجه مازنبي في ملعب لومباتشي وكيف يرى المسابقات الإفريقية على مستوى الأندية في الفترات الأخيرة حالة فيها كواليس مهمة وتفاصيل مهمة وقبل ما أدخل في التفاصيل بالتأكيد برضو لازم أبارك لأسرة كورة اليد ولمجلس إدارة النادي الأهل ولجماهير النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي بالأمس على فريق نادي الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي اللي أقيم في الجزائر للعام الثالث على التوالي الأهلي هو سوبر إفريقيا في كورة اليد وبيتأهل لكأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاي حالة فيها كواليس كتيرة جدا ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بيه سؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة مازنبي يوم السبت اللي جاي في سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء الكل يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم على توقعاتكم للتشكيل والنتيجة اللي بالتأكيد نتمنى بإذن الله تكون نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في مباراة العودة يوم الجمعة 26 إبريل من أجل التأهل إلى نهائي دوري الأبطال والحفاظ على اللقب الذي حققه الأهلي العام الماضي بعد الفوز على الوداد في كازابلانكا وتحقيق البطولة الحداشر من دوري أبطال إفريق لكن بسرعة نروح لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الخطيب يجتمع بالفريق قبل السفر لمواجهة مازنبي وكمان بعثة الأهلي تطير إلى الكنغو وفي التريند العالمي مواجهة نارية بين السيتي ومدريد في دوري الأبطال مبارح كان فيه جولة من مباريات دوري أبطال لأوروبا ويمكن باريسان جيرمان حقق مفاجأة مدوية بالفوز على برشلونة في ملعبه في أسبانيا أربعة أهداف مقابل هدف وتأهل باريسان جيرمان لمواجهة دورتموند اللي أيضا قدر يكسب أكلتكم مدريد وبالتالي فريقي من إسبانيا خرجوا مبارح في لقاءات الإياب لدور الثماني النهاردة فيه استكمال مباريات لدور الأبطال ولكن في البداية هستعرض مباريات الجولة الثمنتاشر من الدوري المصري ساعة أربعة يمكن منذ قليل كان فيه شوت أول ما بين الجونة مع سموحة والشوت الأول انتهى بتقدم الجونة على سموحة بهدف مقابل لشيء الساعة سبعة فيه مباراتين إنبي مع الداخلية والبنك الأهلي مع طلاق الجيش نروح لقمة الإثارة والمتعة في دوري أبطال أوروبا والنهاردة مباراتين أيضا في إياب الدور ربع النهائي الساعة تسعة هيصطديف ريال مدريد مباراة يعني قوية جدا والكل بالتأكيد بينتظرها الأحر من الجمر ساعة تسعة أيضا مباراة لتقل أهمية بايرني ميونيخ هيلعب مع أرسلال باره تحدى الطرفي يعني طرف نصف النهائي باريسان جيرمان هيواجه بروسيا دورتوموند النهاردة هنتفرج ونشوف هل السيتي ممكن يقصي ريال مدريد وبالتالي تخرج كل الفرع الأسبانية من السيمي فاينال ده هننتظر النهاردة ونعرف نتيجة مباراتين اليوم عشان نعرف الطرف المتأهل لكن بالتأكيد طبعا لما تبص على المباراتين لو السيتي والبايرن أو الريال والبايرن أو حتى أرسلال مع الريال أو السيتي مباراة قوية جدا بغض النظر عن مباراة باريسان جيرمان مع بروسيا دورتوموند كل التوفيق إن شاء الله لكل السادة المشاهدين في مشاهدة متعة المباراة النهاردة في دوري أبطال أوروبا واستكمال بالتأكيد مباراة الدوري المصري في المرحلة الثمنتاشر فاصل ثم نواصل قبل ما أدخل في تفاصيل كثيرة لأعلى أقب بمباراة مازينبل النهاردة عنها كلام مهم جدا عن رحلة الصفر إلى الكنغو الدموقراطية لهذه المباراة المصيرية في نصف نهاء دوري أبطال إفرقيا الأول لازم نوجه التهنئة لرجال اليد في النادي الأهلي بعد الفوز على نادي الزمالك في السوبر الإفريقي اللي وقيم في الجزائر وعايز ألوكم ده السوبر الإفريقي التالت لرجال اليد في النادي الأهلي بالأمس كمان الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا ومجلس الإدارة على تهنئة لعب الفري الأول لكرة اليد وجهزهم الفن والإداري والطبي عاقب الفوز مساء أمس ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي والتأهل إلى بطولة العالم للأنديال سوبر جلوب وتحقيق إنجاز كبير على الصعيد القري كابتن الخطيب أشاد بالجهود التي بزلها اللاعبون والذين عبروا عن شخصية الأهل بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير الأهل صاحبة الدور الكبير في كل النجاحات والتي تساند نديها في كل المواقف كابتن محمود الخطيب أشار إلى أن محققه رجال اليد يستحق التحية وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو ضرورة استمرار العطاء خاصة وأن الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال الساعات الجرية الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قري جديد سطر الأخير ده سطر مهم جدا أنت كسبان بطولة مهمة وكسبان على منافس تقليدي لك في السنوات الأخيرة ليه بيع طويل جدا برضو في لعبة كرة اليد على المستوى القري وعلى المستوى الإفريقي ولكن الأهل حقق إنجاز مهم جدا بالفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية وزي ما انتم شايفين على الشاشة مراسم تسليم كأس السوبر إفريقيا لأبطال إفريقيا رجال اليد في النادي الآلي يمكن المراضي لما فريقا بيخسر السوبر الإفريقي بيلعب بطولة عربية لعله عسى ياخد مقعد أو مركز ولكن يبدو أن المراضي بطل القرى هو اللي هيمسل قرته مش هيبقى الأمر متاح حتى لفريق عربي لو فاز ببطولة عربية يتأهل إلى كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية أصبحت بطولة الفرق الكبار اللي بتلعب في المستوى القري وبتكسب البطولات القرية من حصن حظنا والله إن لعبة كرة اليد فيها طايم ما فيهاش وقت ضايع ولا فيها كرطة بتستخبى وفيها كل حاجة من خلال طولة تحكيم موجودة بتحسب كل حاجة بالثانية الثانية الأخيرة لو هتقدر تحرز هدف وفيه تعطيل للعب ممكن لعيب ياخد دقتين فلعبة كرة اليد من حصن حظنا الحمد لله يعني إن فيها طايم فيها حساب الوقت بالثانية عكس ما بنشوف بعض المباريات في الفترة الأخيرة وبالأمس بالتأكيد يعني أو بالنيون اللي فاتوا مباراة في الدوري مع الزمالك كان فيها مشاهد للأسف مسيئة وعطلع كل يوم وقول نفس الكلام مشاهد مسيئة للقرى المصرية بصراحة للأسف لكن هنيئا لفريق كرة اليد نتمنى لهم التوفيق في بطولة إفريقيا اللي خلاص هتنطلق خلال ساعات في الجزائر ربنا يوفاكم إن شاء الله عندكم كسعالا كمان تقدروا يعني تحققوا نتيجة إيجابية وتشرفوا كرة اليد المصرية بإذن الله في هذا المحفل القري العالمي الكبير جدا خلال الفترة اللي جاية بمناسبة وأنا بتكلم على الطايم اللي كان موجود في لعبة كرة اليد والميزة اللي موجودة في لعبة كرة اليد وللأسف بقى أنا حتى دلوقتي نقول في الكرة نتمنى إنه يكون فيه ساعة طايم زي ما بيحصل في كرة اليد موضوع اختفاء الكراط قالي بالدنيا لأن على فكرة الصحف الأوروبية النهاردة لما تتكلم على هذا الموضوع لأ الأمر ده أكيد إن دل على شيء بيدل إن الناس في مصر هنا لازم تاخد بالها من الموضوع ده قصة مش قصة غرامة 50 ألف جنيه القصة فكرة أنت بتتكلم على صورة ليه؟ منتج العالم كله بيتفرج عليه لا يليق بهذا المنتج الكبير اللي يعتبر من أقدم الدوريات اللي بتتلاقي في أفريقيا أو في الوطن العربي إن احنا في عشرين أربعة وعشرين نبدأ ندور ونقول القفل قديم للراحل العظيم الفنان سامير غانم هي الكرة فين فاكرين أنتوا القفل جميل ده تخيلوا إحنا في عشرين أربعة وعشرين نهاردة الصحف الأوروبية بتتكلم على فكرة ديربي الكرة المصرية الناس بتسأل هي الكرة فين أمر صعب جدا بس للأسف المشهد ده هان على كل الناس اللي بتدير المنظومة شايفها عادي جدا خمسين ألف جنيه وبيان عقوبات والموضوع انتهى لا فيه شجب ولا فيه إدانة ولا فيه اعتذار لدرجة أن حتى أحد مسؤولي مجلس إدارة النادي المنافس طلع بيقولك ما احنا لازم نعمل كده ما أنتوا كل مرة تسروا مننا الفوز أي وحنا بنسرق المكسب لكن مش بنخب الكور ده الفرق والكورة هنا إنك تقدر تلعب وتعرق وتشتغل لغاية الثانية الأخيرة عشان تكسب وده اللي كان بيميز الأهل لكن نخب الكور عشان نكسب لا ده احنا هنا بنتكلم في حاجة ما لاش علاقة خالص بالرياضة ولا بالروح الرياضية مش هستعرض اللي تكتب في الصحف الأوروبية ولا الصحف العالمية ولكن أتمنى المسؤولين عن القرى المصرية يقروا ويتفرجوا ويشوفوا عشان لو فيه حد بس شايف إن الكلام ده ممكن يؤثر بالسلب على مكانك وانت بتدير المنظومة في التوقيت ده تاخد قرار وتطلب من اللي عمل كده يطلع بيان اعتذار ويدين ويشجب هذا الموقف مش هقوله يوجهش يعني يقيل المسؤول عن ده ولكن على الأقل يكون فيه اعتذار معنوي لأسرة قرة القدم المصرية اللي كان بتتفرج على المباراة وكاد مستائة من المشهد اللي شهدته مباراة الزمالك والأهلي في اللحظات الأخيرة طيب نروح بقى للأهم احنا عندنا موقع أهم كتير جدا من المباراة اللي بتتلاقي في الدور الفترة الحالية وهي مباراة مازينبي الكنغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاردة كان المران الأخير لفريق النادي الأهلي قدامكم على الشاشة يمكن ده جارب من المران كواليس حصرية على شاشة قناة الأهلي وحرص مرس الكولر ان التدريب النهاردة يكون في أكاديمية النادي الأهلي في مدينة نصر هناك زي ما انتوا شايفين كل الملاعب ملاعب نجيل صناعي بس طبعا على أعلى مستوى أفضل كتير حتى من ملعب مازينبي اللي هتقام عليه المباراة بإذن الله يوم السبت الساعة 3 العصر بالح كان فيه راحة سلبية والنهاردة التدريب كان حوالي الساعة 11 صباحا وزي ما انتوا شايفين طبعا مرس الكولر بيجتمع مع اللاعبين وبيتكلم معهم على مباراة مازينبي وأهمية المباراة وعلى يعني في بداية المران زي ما انتوا شايفيني كان اللقطات دي حصرية وبتعرض لأول مرة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكورة في الحضور إلى مقر النادي الأهلي في مدينة نصر والاجتماع مع اللاعبين والحديث معهم عن المرحلة المقبلة خاصة بعد مباراة الزمالك الماضي كابتن محمود الخطيب زي ما انتوا شايفين على الشاشة وهذا الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني وجه الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازمبي في زهاب نصف نهاء دور أبطال إفريقيا وحرصه على مصفحة كل لاعب متواجد فيه التدريب قبل الصفر النهاردة إلى الكنجو الدموقراطية كابتن محمود الخطيب وجه كلمة لللاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وعن كل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليا أو قريا كابتن محمود الخطيب كان حريص في هذا الحوار وفي هذا الاجتماع أن يقول للاعبت النادي الأهلي مباراة الدوري مباراة وانتهت فيها بعض السلبيات أكيد هنستفيد منها ولكن عندك مباراة أهم بكتير وهي مباراة مازمبي فرصة ليك أنك تصحح كل الأوضاع وفرصة ليك أنك تثبت لجمهور النادي الأهلي أنك بالفعل جدير أنك تدافع عن شعار وتيشيرت النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي أكيد بتتمنى منكم الأفضل وجماهير النادي الأهلي أكيد وثق فيكم ثقة كبيرة جدا البطولات اللي حققتوها في الفترات السابقة أكيد ما كانتش من فراغ ولكن مهم جدا أنك تستفيد مما حدث في لقاء الزمالك عشان تحقق نتيجة إيجابية في مباراة مازمبي في بعض الأحيان ممكن الفرق الكبيرة بتتعرب لكبوة ولكن كيف تستطيع أن تتخطى هذه الكبوة بصرة كان لقاء مهم جدا للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين النهاردة وأعتقد رسالة واضحة ومباشرة لللاعبين والجهاز الفني وأيضا لجمهور النادي الأهلي نحن في مرحلة مهمة جدا في مشوار الفريق السنة دي أنت مش في بداية الموسم ده أنت في مرحلة جني السمار بطولة إفريقيا البطولة الأم أو البطولة الأكبر في القرى الإفريقية أنت خلاص في المراحل الأخيرة وانت بتدافع عن اللقب اللي أنت حققته العام الماضي نهاردة الفريق الحمد لله نقدر لقول كان مكتمل الصفوف طبعا لسه فيه لعيبة غيبة ولكن مستمر غيابهم في الفترة اللي جاية سواء الشناوي أليو ديانج ياسر إبراهيم حسين الشحات وإمام عشور وللأسف أيضا كمان لسه مروان عاطية زي ما ذكرت لحضراتكم من بارح لسه مروان قدامي قدامه عدة أيام عشان يلحق بالفريق في المباريات القادمة ولكن النهاردة بيرستاو تواجد فيه تدريب فريق النادي الأهلي ونقدر نقول قائمة الأهلي اللي سفرت إلى الكنغو الدموقراطية زهر اليوم يعني حوالي 24 لعن انضم للقائمة بيرستاو بعدما غاب الفترة الأخيرة نتيجة شكوته كده من إصابة كده وإجهاد يعني في العضلة ولكن زي ما تشايفين على الشاشة هو دي لقطات خاصة بكواليس فريق النادي الأهلي بعد المرانة على طول كان فيه توجه لمطار القاهرة رحلة خاصة للفريق والفريق النهاردة سافر زهر اليوم ورئيس البعثة دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قدامنا هو رامي ربيعة وسام أبو علي رضا سليم أحمد عبدالقادر محمد مجد أفشا كريم الدبيس حمزة علاء كريستو أحمد نبيل كوكا محمد هاني زي ما أقول لكم 24 لعب يعني أكرم طوفيه مصطفى شبير طاهر محمد طاهر كوكا كريستو هاني عبدالقادر أفشا حمزة علاء كريم الدبيس مصطفى مخلوف كهربا مودست تاور دسليم وسام أبو علي السلية عبد المنعم رامي ربيعة خالد عبدالفتاح ومحمود متولي كريم فؤاد كريم ندفيد وأيضا كمان علي معلول بيرستو ها قدامكم كمان على الشاشة ومتواجد مع فريق النادي الأهلي في رحلة الصفر إلى الكنغو الديمقراطية نتمنى يا رب التوفيق للفريق طبعا رحلة خاصة دي أعتقد بتفري كتير جدا للفريق يعني قدامكم هاي رحلة خاصة للفريق مجلس الإدارة وإدارة النادي ما بتكون حريصة على توفير كافة الإمكانيات وتزليل كافة العقابات للفريق قبل أي مباراة إفريقية منذ بداية البطولة مش البطولة الحالية البطولة الحالية والسابقة وقبل السابق بتفري كتير في توفير عامل الوقت وتوفير الراحة للفريق رحلة الكنغو الديمقراطية انت مش راح تلعب في كنشاسة رحلة تهيران مباشرة وخلاص وهتلعب هناك في ملعب العاصمة لا انت رايح مدينة على مسافة حوالي ستمائة كيلو من العاصمة فلما تاخد رحلة مباشرة من القاهرة على مدينة لمون باتشا على طول انت بتوفر مش أقل من 12 ساعة سفر تفرق كتير طبعا ده بيفرق في الاستشفى في الراحة في الإجهاد أكيد بيفرق مع اللعبة نهاردة الفريق هيوصل عشر بالليل بإذن الله بسلامة الله إلى القاهرة الفريق على طول هيروح للأوتيل كل الأمور التنصيقية تمت بسفر خالد بيبو وسامير عدلي قبل سفر البعثة بعبعة وعشرين ساعة وكان في تواصل حتى مع دكتور محمد شوق عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة الفريق يصل مساء اليوم بكرة في تدريب على ملعب المباراة يوم الجمعة في تدريب على ملعب المباراة اللايحة بتديك الحق انك تتمرن على ملعب المباراة تدريبتين قبل معاد المباراة بـ 48 ساعة فريق مازين مئات عالة تفضل هتتمرن تدريبتين على الملعب ولكن أكيد فيه مرائب للمباراة بيديك الحق بالكامل انك تنفذ اللايحة وانك تتدرب على الملعب يعني خميس وجمعة وعشان كده كان الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي سبقوا البعث عشان يرتبوا كل هذه الأمور مش محتاجة تتمرن على ملعب فرع انت هتتمرن على ملعب المباراة وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذا اللقاء قبل ما اختر بالكلام على الكواليس والحصريات اللي انت شايفينها والتدريب وكل الأخبار المتعلقة بي صفر الفريق عايز اقول حاجة مهمة حصلت في الساعات الأخيرة وده رسالة الجمهور النادي الأهلي لما تلاقي أخبار سلبية كتير في توقيت واحد اعرف انه هبد بلغة السوشيال ميديا بما ان احنا برنامج التريند يعني لما تلاقي أخبار سلبية كتير في توقيت واحد وفي فرق زمني قصير جدا اعرف انه هي هبد وافتكاسات ومالي هوى ليه لان بكل بساطة اللي عنده خبر مش هيخبه اللي عنده خبر مش هيخبه بيرستاو مثلا يعني غايب بقاله مباراتين ثلاثة لو انت عندك معلومة من مطشين ثلاثة انه في مشكلة مش هتستنى لغاية يوم السفر الفريق لتكونه ولا هتستنى نتيجة مطش الزمالك مش هتفرق معاك انت عندك خبر هتقوله واثق فيها هتقوله ده على سبيل المثال يعني ولكن كثرة الأخبار السلبية مين قاعد مين ماشي مين مجدد مين مصاب مين بيتمرض اعرف انه سكريبت الهدف منه اللقطة الترند نتشاف لانه بيتكلم على الأهلي وخسرهم الزمالك فالجمهور متفاعل فعايز يتفرج عايز يقرأ عايز يسمع ادي بقى يا عم أخبار سلبية كتير اضرب بقى أخبار من هنا وأخبار من هنا احنا في الشغلنا دي الحمد لله بعنا سنين وعارفين كل واحد بيشتغل ازاي وبيكتب ازاي وهدفه ايه وطريقته ايه في برامج مش متشافة تضرب أي كلمتين في الهواء وفجأة انت وانت بتتفرج او انت وانت بتقرأ لما تلاقي أخبار سلبية كتير اعرف ان فيه فراغ فمحتاج انه يبقى ترند لان اللي عنده خبر مش هيستنى عليه اللي عنده خبر هيقوله في وقتها لكن لما نجمع الأخبار مرة واحدة ونخليها بعد مطش الزمالك لا جمهور فاهم وجمهور واعي اقفل الصفحة دي اركز على مطش مازمبي احنا عندنا حلم تاريخي على فكرة مهم جدا ما تقررش من سنين انك بتلعب دوري أبطال إفريقيا فاينل عشرين عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وبإذن الله يا رب ان شاء الله داخل في الخمسة على التوالي سنة الخمسة على التوالي عشرين اربعة وعشرين دي أرقام مهمة جدا فمطش الدوري خلص مطش الزمالك خلص تلاتة نقاط وانتهوا وعندك مباراة مهمة جدا في دورة يا أبطال إفريقيا وما علينا لو عايزين تبصوا على مين عايز صدر لك حاجة جابية وحاجة سلبية خلص مطش الدوري وانبارح كان فيه مطش في بطولة إفريقيا سوبر إفريقيا الكورت اليد هل شفت اهتمام إعلامي بانتصار الأهلي ببطولة قرية؟ لا ليه لأنه هو دايما عايز يوصل لك الصورة السلبية خسرت من الزمالك طب ما نكسبت بطولة إفريقيا الكورت اليد وراحكس على للمرة الثالثة على التوالي لا 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 مش مهم الناس عارفة أن جمهور الأهلي عنده اشتياق دايما يقرأ ويتابع ويتفرج على لي بتكتب وبيتقال في المواقع وبيتقال في البرامج فصدر له الصورة السلبية قول مين ماشي مين جاي مين رايح مين مصاب مين بيتمارض ولكن للأسف للأسف ما حدش عايز يتعامل مع وضع الأهلي في التوقيت الحالي أنه بيمثل مصر في بطولة قرية كبيرة جدا ما فيش غيره هو اللي بيرفع على مصر في البطولات القرية نقفل الصفحة ونركز في اللي جاي مباراة مهمة جدا بإذن الله يوم السبت نتمنى دافية التوفية يا رب للنادي الأهلي قبل ما اطلع الفاصل سريعا كده ماتش مازين بي والأهلي يوم السبت الساعة 3 العصر هيدير اللقاء حكم بروندي بس في ندبيها وعلى الفار الغاني دانيا اللارية وإيفار المساعدة الرواندية سليمة ماكي سونجا في نفس اليوم يوم السبت الساعة 9 بلل بتوقيت القاهرة الترجع هيصديف سانداونز في ملعب رادس هيدير اللقاء الحكم السوماري عمر قرطان وعلى تقنية الفار الحكمة ماريا ريفيد ويعاونها إيفار الجزائري اللحلو بين براه مباراة العودة يوم الجمعة 26 إبريل في نفس التوقيت حتى الآن الأهلي يا صديف مازينبي في القاهرة 26 إبريل الجمعة الساعة 9 حتى الآن لأنه ورد يحصل تعديل في توقيت مباراة مازينبي والأهلي في القاهرة والترجع هيلعب مع سانداونز في بريتوريا في جنوب إفريقيا الساعة 8 مساء بتوقيت جنوب إفريقيا سانداونز بلعب كل مباراة ومساء في دور التمية وفي السيمي فاينل لكن مش عارفين لما يواجه الأهلي الوضع هيبقى إيه ساعتها نخرج إلى فصل ثم نواصل موسيقى إفريقيا موسيقى إفريقيا موسيقى إفريقيا موسيقى إفريقيا موسيقى طيب لما نتكلم على مباريات دورة أبطال إفريقيا ومنتكلم على مباراة مازمبي والأهلي أكيد دورة أبطال إفريقيا هذا العام فيه كلام كتير ممكن يتقال مازمبي عشان يصل لهذا الدور كان عنده مواجهة صعبة جدا مع بيترو أتليتكو الأنجولي وبيترو أتليتكو الأنجولي خلال هذا العام والأوعام السابقة بيقدم مستويات فنية على أعلى مستوى أولا المدير الفني أليكساندر سانتوس يمكن بيقدم مستويات متميزة مع فريق بيترو أتليتكو منذ عام 2021 على مدار ثلاث سنوات متواجد في الأدوار المتقدمة سوا في دور الأبطال وكلموا مباراة قوية جدا مع سانداونز في السوبر ليج خلال الفترات السابقة دفنا النهاردة من خلال فقرة السكايب عشان نتكلم معها على المسابقات الإفريقية أليكساندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو أتليتكو الأنجولي مستر أليكساندر في البداية برحب بيك سعادة بوجودك على شاشة القناة الآلي وانت مش غريب على النادي الآلي كنت قبل كده مدرب داخل القلعة الحمراء مع خسيبي سيرو قبل كده عندما تولى المسؤولية في فترة زمنية سابقة شكرا جزيلا على دعواتكم أنا سعيد جدا لأتواجد معكم اليوم مستر أليكساندر أكيد لك تجارب تدريبية على أعلى مستوى يعني عملت في النادي الآلي فترة مع خسيبي سيرو المدير الفني البرتغالي وأيضا اشتغلت في سبورت كليشبونا وفي الشرق وفي بورتو وليك مشوار طويل كيف ترى هذا المشوار وتدريبك مع الآلي قبل كده في فترة جزيبي سيرو كيف ترى؟ كانت مسيرة طويلة حتى الآن ولكن الأمر طبيعي الآن أنا آمل أن أستمر في التدريب لسنوات والسنوات أنا لست بالشخص الكبير في السن ولست بالشام ولكن أنا لدي خبرات بالفعل في العديد من الأندية وتعد هذه الأندية علامات كبيرة في مسيراتك الأهلي فالأهلي هو نادي عظيم لا يصدق نادي كبير جدا لديه قاعدة جماهرية كبيرة بالنسبة أعتقد أنه بالنسبة لأي مدير فني أي مدير فني محترف حينما يحظى بهذه الخبرة مع الأهلي فهي خبرة عالمية هي خبرة كبيرة هو واحد من أفضل الأندية في العالم بالنسبة لي لم تكن مسيرتي مع الأهلي طويلة ولكن كانت حوالي أربع أو خمسة شهور ولكن بالنسبة لي كانت من أكبر وأفضل اللحظات كانت فترة مليئة بالضغوط بالطبع ولكن كانت فترة مذهلة بالنسبة لي اللاعبون وقودة اللاعبين في هذا الوقت وأيضا في مسيرتي مررت بأنديها كثيرة كبيرو أتليتكو الآن هي أمر بأفضل لحظات حياتي أنا أبذل قصارى جهدي مع الفريق كمدير فني ومع الجهاز الفني الآن ومع اللاعبية نحن نبذل قصارى جهدنا وأعتقد أننا قدينا مهمة رائعة حتى الآن في دور أبطال إفريقيا أنا تحدثت من قبل مع جيلبرتو بالطبع تعرفونه تحدثت معه عننا خلال الثلاث سنوات الماضية كل عام أقول له سنواجه لأهلي ولكن هذه المرة قال لي بالطبع سنواجه لأهلي في قبل النهائي ولكن هذه اللحظات كانت صعبة بالنسبة لنا لم نرد أن نتبادل هذه اللحظات كان إنجاز كبير أن نتأهل قبل النهائي ربما لا تسنح الفرصة أن نلعب مع الأهلي مرة أخرى فهذه كانت فرصة عظيمة أن نواجه الأهلي بالنسبة لي كانت فرصة عظيمة بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي أن أعود مرة أخرى للقاهرة ولكن في مواجهة الأهلي كانت لتكون لحظة كبيرة في مسيرتي الكروية ولكن يجب علينا الاستمرار في العمل يجب علينا الاستمرار في التركيز في دور أبطال إفريقيا السنة القادمة ربما نجد الأهلي الآن يؤدي مهمة أكبر منه ويتجاوز الدور القادم ويمر للنهائي بعد ذلك ويفوز بالمطولة أكيد طبعا جيلبرتو كان من اللعبة اللي لهم تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي وأحد اللاعبين اللي أصبحوا أيقونة داخل القلعة الحمراء وذكرت أنك على مدار ثلاث سنوات كنت دايما بتتمنى مواجهة الأهلي وجيلبرتو بيتمنى نفس الأمر ولكن كان دايما بيصدفك سوء حظ بمواجهة سانداون سواء في دور الأبطال أو حتى في الـ AFL في السوبر ليج أو الدور الإفريقي المرة دي كان عندك فرصة أنك تواجه الأهلي ولكن يعني سوء الحظ في مباراة مازينبي لم يكن يعني بيسمح ليك بالتأهل لمباراة السيمي فاينال أعتقد كان شيء صعب جدا عليك وعلى جيلبرتو وعلى الفريق كله وعلى جيلبرتو أكيد أحد اللاعبين السابقين في النادي الأهلي وأيقونة لدى جماهيري النادي الأهلي كان دايما أحداثكم مستمرة على فكرة مواجهة الأهلي ولكن كان دايما سوء حظك بتواجه ماموري دي سانداون المرة دي كان عندك فرصة عظيمة لمواجهة الأهلي ولكن صدفك سوء حظ تحديدا في لقاء العودة أمامتي بمازينبي بالطبع بالنسبة لنا كان الأهم هو أن نفوز في كل الأحوال نفوز على تيبي مازينبي في المباراة وأن نصل لقبل النهاية حتى لو لم يكن المنافس الأهلي الذي كنت أود أن أقابله ولكن هذا هو محوء حديثنا الفترة الماضية مع جيلبرتو عن نواجر الأهلي ونستحضر بعض الذكريات عن مانويل جوزي ووقته ووقتي في الأهلي وكنا نتابع الأهلي عن عين كاثب وكنا نتابع أداء الأهلي وكل مرة وخصوصا في أول سنة حينما خسرنا أمام الوداد تحدثنا عن هذا تحدثنا أننا في العام القادم سنتأهل ونواجه الأهلي وستكون مباراة رائعة وقد مزحنا كثيرا بخصوص هذا الأمر واستحضرنا كثير من الذكريات مع جيلبرتو وفلافيو كيف تشعر حينما تذهب إلى القاهرة وتواجه الأهلي هل ستود أن تفوز على الأهلي أم تود أن يكون الأهلي والفائز مزحنا كثيرا بخصوص هذا الأمر لأن الأهلي هو فريق كبير وفريق رائع بالنسبة لجيلبرتو هو أكبر فريق قد لعب له جيلبرتو في مسيرته وبالنسبة لي هو هو واحد من أكبر الأندية وأجمل الأندية وأجمل اللحظات التي عشت في نادي في حياتي كانت في الأهلي بالطبع نحن وددنا أن نواجه الأهلي حينما عرفنا أن القرعة في دور الأبطال وضعتنا في إمكانية مقابلة الأهلي بعد مباراة مازينبي في قبل النهائي بالطبع كان هذا دافع كبير لنا أن نعبر لقبل النهائي وأن نواجه الأهلي وكانت لحظة رائعة أن نشارك أفريقيا والعالم بما نستطيع أن نفعله أمام فريق كبير كالأهلي مستر أليكساندر مستر سانتس مستر سانتس عايزة أسألك برضو لما لعبت مع مازينبي في ملعب لومنباتش هناك في كونغو الدموقراطية أكيد وجهتك ظروف صعبة هل لك تعليق على فكرة أن المباراة بتلعب على نجيل صناعي بتلعب في توقيتات ممكن تكون مؤثرة على حالة اللاعبين تؤثر عليهم بالسلب الرطوبة العالية درجة الحرارة الملاعب الأمور دي كلها أنت شايفها إزاي بمواجهتك مع مازينبي لأن أكيد الأهل عايخوض نفس الظروف دي يوم السبت اللي جاي فريق النادي الأهلي هو مدعوم بالخبرات مدعوم بخبرات اللاعبين وخبرات المدير الفني بالطبع يجب عليهم أن يعرفوا ما الأفضل لهم وما الذي سيواجهونه في الكونغو في لومنباتش أعتقد أنهم يمكن أن يستعدوا جيدا بالطبع قبل المباراة ولكن هذا الأمر هو أكبر تحدي لنادي الأهلي النجيل الصناعي وقدرة اللاعبين لعبي مازينبي على اللعب على هذا الملعب ستكون نقطة صعبة للنادي الأهلي كما ترى فريق تيبي مازينبي فاز بكل المبارايات على أرضه ولكن مباراتنا فقط هي التي لم يفز فيها وحتى لو لم يفز في لوب مباشي ولكن كان لديهم الكثير من الفرص على أرضهم والضغط الكبير على اللاعبين المنفسين طب كيف نجحت بالمحاول بتعادل سلبي من هناك يعني طريقة اللاعب أو خطة اللاعب كيف نجحت بالخروج بالمباراة بتعادل سلبي أعتقد أن هذه المباراة كانت أكثر مباراة بذلنا فيها مجهود يمكنك فقط أن تلعب وأن تحاول أن تعتاد على هذه النوعية من النجيل لا يجب عليك أن تجري لا يجب على اللاعب أن يجري بنفس الطريقة على النجيل الطبيعي يجب عليك أن تتعايش وتتماشى معه لتجنب الإصابات يجب عليهم أن يجروا بتكنيك مختلف خصوصا أن فريق تيبي مازينبي يضع الكثير من الضغط على المنافس لا يمكنك أن تلعب بالطريقة الطبيعية لم نستطع أن نلعب بطريقتنا المعتادة لم نستطع أن نحافظ على التمركز والضغط في المساحات وأن نحتفظ بالكرة أكثر وأن نمرر الكرة بشكل كبير وأن نجعل طريقة لعبنا سريعة كما هي العادة حتى لو لما أردنا أن نفعل ذلك لم يسمحوا لنا لأن لم يعطونا هذه الفرصة كانوا يضغطون كانوا يضغطون ضغط جنوني على الفريق ولكن في مقابل هذا ولكن بأكثر من تمريرا قد استطعنا أن نقتل هذا الضغط بالمهارات المتواجدة بالفريق إذا لم تستطع أن تخلق هذه المساحات في هذا الملعب الصعب لا يمكنك أن تلعب لا يمكنك أن تفوز خلال أول خمس دقائق قد قمنا بذلك ولكن بعد ذلك قاموا بالكثير من الضغط فازوا بالعديد من راكلات الاروكنية استطاعوا أن يسددوا أكثر من مرة أعتقد أن أن إمكانية الأهلي أن يقوم بالضغط أكثر ما يكون خلال المباراة وأن يلعب بطريقة هجومية أكثر ولكنهم سيحاولوا سيحاولوا أن يهاجموا الفريق فبالتالي الأهلي يجب علي أن يلعب بطريقة دفاعية في خط الوسط عندي سؤال أخير اسمك ارتبط بعروضة كثيرة في الدوريات الإفريقية أبرزهم حتى فريق نادي الوداد هل هناك عرض رسم من المغرب لتدريب الوداد أم أنت مستمر في الفترة القادمة مع بيترو أتليت كوديلواندا الآن هي فترة مهمة أن أركز على عملي مع بيترو لدينا الكثير من المباريات خلال البطولة المحلية نحن متأخرين كثيرا لدينا مبارات مهمة خلال الست أسابيع المقبلة يجب علينا أن نفوز بكل مبارياتنا ونفوز ببطولة الدوري ولكن الآن بالنسبة لمستقبلي فمستقبلي مفتوح إذا كان بيترو أتليواندا يريد أن يجدد لي فسنصل وإذا استطعنا أن نصل إلى حل الوسط أنا سأجدد ولكن ربما في المستقبل أن يكون في شمال إفريقيا في بيترو لوندا ربما أعود لأوروبا أنا أود أن أقوم بالتدريب في أي مكان في العالم ينسبني أود أن أخذ تحديات جديدة أنا أحب مهمتي كمدير فني وأن أبدل قصارى جهدي مع أي فريق مستر أليكساندر سانتوس المدير الفني لبيترو أتليتكو دي لواندا أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة جدا قبل موقع مباراة مازينبي والأهل وحديث شامل ووافي في تفاصيل كثيرة تتعلق ببيترو أتليتكو بملعب مازينبي بمواجهة الأهل مع ملعب مازينبي في لومو باتش بالتأكيد كان لقاء مهم جدا بشكر بالتأكيد زمننا وصديقنا يعني إبراهيم عبد المنعم فاهمي قدر يتواصل مع المدرب فريق بيترو أتليتكو عشان يكون موجود النهاردة معنا قبل مباراة مازينبي والأهل ونتكلم في التفاصيل كثيرة جدا في الفترة اللي جاية عموما نطلع نشوف آخر أخبار التريند واللي كتب في السوشيال ميديا ونرجع ونشوف إيه اللي كتب بخصوص سفر الأهلي إلى الكنغة الدموقراطية ومجهة مازينبي والأهلي يوم السبت في دوري أبطال افرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد وسريعا عشان وقت الحلقة نروح لترند الاهلي ونشوف الكتب في المواقع البداية من حسابي اللاكورة تصرحات لمدرب مازينبي قال فيها فرصتنا امام الاهلي 50-50 ليس لدينا شيء ان نخسره ونواجه نقاطا سلبية طبنا هو اتكلم على تفاصيل ليه علاقة بمباراة الاهلي والزمالك وفرص التأهل لنهاية افريقيا والكلم على ان الجو رطب قال على فكرة دي نقاط سلبية للاهلي ولمازينبي والمباراة دايما بتتلاها بالساعة 3 العاصر عبرنا ما لعبنا في الفترة المسائية طيب نروح كمان نشوف حساب الوطن سبورت بيقول ان فرامان سويسري في الاهلي قبل صفر البعثة الى الكنغو الدموقراطية ايه هو الفرامان ان مرس الكولر استقر على استبعاد اي لاعب عنده شكوك في مسألة الاصابة وانه هو عايز اي لاعب في المباراة دي يكون جايز بنسبة 100% نروح لحساب القاهرة 24 بيقول ان في تحقيق في الاهلي بسبب تمرض نجمي الفريق ضد كولر ايه التحقيق بخصوص مين بيقولك بيرسي تاو طب في تحقيق مع بيرسي تاو وفي تمرض طب بيرسي تاو دلوقتي فين؟ في الطيارة مع الاهلي اللي تكون غو دموقراطية مش محتاج ان في اكتر من كده اعتقد يعني طيب نروح كمان نشوف حساب المصر اليوم سعيا لانقاذ الموقف التخطيط توجه طلبا عاجلا لخالد بيبو ايه هو الطلب العاجل؟ ان لجنة التخطيط طلب التقرير شامل من الكابتن خالد بيبو عشان حالة الارتباك والتأثير السلبي اللي موجود في الفريق في الفترة الاخيرة هل حصل اجتماع مع الكابتن خالد؟ لا هل لجنة التخطيط طلب الده؟ لا طيب الكابتن خالد بعد مطش الزمالك قعد معهم؟ لا هو فين؟ في الكنغو بيحضر اللي مطش مزمدي ولكن نتيجة الزمالك هي اللي خالد الموقع تشتغل بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفترة الاخيرة حسابي يلا كورة ودي نفي كمان من اتحاد العاصمة لم نتلقى اتصالة من الاهلي بشأن بالعيد اتحاد العاصمة بينفي ان فيه اتصالات اصلا عشان الاهلي يشتري زين الدين بالعيد اللي على فكرة حسب معلوماتي رايح فرنسا وقريب جدا نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعتكم على التشكيل ونتيجة مباراة مزمدي ناصر بيقول اتوقع مساء الخير طبعا يا فندم اتوقع تشكيل الاهلي شبير ياسر ابراهيم منعي معلول ربيعة كوكا السلية عبدالقادر بيرستا وريدا سليم مودستا وقهربا وان شاء الله الاهلي يفوز 01 او التعادل السلبي سريعا ياسر بيقول شبير منعي مرامي معلول عمر كمال مش مقيد يا او ساز ياسر السلية كوكا ماروان عبدالقادر وكهربا وريدا سليم نشوف رأيي تاني الكابتانو ايمن بيقول شبير هاني رامي عبدالمنعيم معلول ندفد السلية افشا طاهر سليم مودست محمد عبدالحميد بيقول شبير منعيم ربيعة معلول هاني كوكا السلية افشا رضا سليم عبدالقادر وسام ابو علي عايزين برضو توقعات يا جماعة احمد بيقول التشكيل شبير هاني ربيعة منعيم معلول كوكا السلية اكرم رضا عبدالقادر وسام اخر تعليق معايا بس تكن نفسي يكون فيها جماعة توقعات ماشي جانا بتقول مصطفى شبير هاني معلول منعيم ربيعة كوكا السلية افشا رضا سليم عبدالقادر وسام وان شاء الله نكسب اتنين سفر باذن الله ان شاء الله الاهلي يكسب هذا اللقاء ويكون نتيجة ايجابية تساعد الاهلي على لقاء العودة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي مرة تانية يوم الحد باذن الله لليوم السابتة يكون في سجي تحليلي في توقيت برنامج التريند المباراة تكون الساعة ثلاثة فنتمنى التوفيق رب للنادي الاهلي شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء